اشتركوا في القناة سهل التعامل معه سواء من طرف الاشخاص العاديين ولا مستعملين فهو يتكون من ربعا دياليزة انجليه التحت انجليه فيلس او فيل دكتير انجليه نوتيفكاسيون انجليه ميساج وانجليه مو اذا بالنسبة لانجليه فيل فيه جميع المنشورات ديال الناس اللي انت قمت بتاتبعهم كما هو مقترح تسميته في تويتر عوض اجوتي نسبة للفيسبوك اذا هذا فيه المنشورات والفوق فيه بيرسون اللي كتحلك اما تانفيتي اشخاص في تويتر عن طريق تانفيتي اشخاص في تويتر عن طريق الامبورتاسيون اللي عندك في البوات ايميل فما عليك الا تدير سويفو هنا اياه وتتبع ثم التحت كين اللي كونت دو تويتر اللي مقترحين هنا عليك وانت اي واحد اعجبك كتت تدير سويفو باش تطلع التفاصيل تكليكي عليه هنا وباش تتبعو دير سويفو هنا وفي اي لحظات تقدر تدير روتور وفي الجانب الاخر من الشاشع اليمين كين هذا بوتون روشيرش باش تتقلب على اي حاجة في تويتر وهنا باش تتويتي شي تغريدة شي تويت اذا وانج لينوتيفيكاسيون هنا قاع لينوتيفيكاسيون اللي تتوصل بهم سوى التفاعل مع لينوتيفيكاسيون اشعارات توصل بهم طرف تويتر موقع تويتر اذا والاشخاص اللي ينضافو والاشخاص اللي يتبعو كل شي يجيك هاد الاخبار عن طريق دير نوتيفيكاسيون وانج لينوتيفيكاسيون هنا تتطالع فيه من جهة عن الميساج اللي توصلت بهم ومن جهة تقدر دير ماري دير كونفيرساسيون مع دير كونتاكت معالي كونتاكت ديالك وهنا لتحت كان اتليزاسيون سيكجيري يعني المستعملين المقترحين وباش تكتب اي ميساج في اي لحظة معالك الا تكليك على البوتون نوفو ميساج بريفي غدي ميساج بريفي هنا من نكل لك الكونتاكت هذا فيه الفوق نفس البوتون كتبقى ديال اكري غان تويت ورشارشي ما تغيرش وثم هنا البروفيل ديالك هنا الصورة اللي بغي تغيرها برامتر البرامتر ديالك اللي راحكيين واي حاجة بغي تأديتها في ذاك البرامتر اشنجي الكونت اللي بغي تستعمل كونت اخر اديت البروفيل ثم هنا اللي بغي تطلع ل التويتز هنا و الفوتو ديالك هنا وال فاوري ديالك هنا إذن إحنا نقوم بوحد الجولة قصيرة في بارامتر هي اللي تهمنا بزاف بارامتر إذن بارامتر فيها إما هنا غدين دخلوا بارامتر أو list أو add باش تطالع على كيفاش تتعامل مع التويتر وصودي كونكت باش تدي كونكت من الحساب ديالك إذن إحنا غدين مشيو البرامتر مثلا باش نشوفوا بعض البرامتر اللي خصي الإنسان يبرامتر بها لكونكت تويتر ديالو طبعا هدا لونو ديالت لكاليتي ديماج هادي مسائل بسيطة لصو لأبرسي لأبرسي ديماج أو لفيل ديالت نوتفكاشن تدخل لأوت بارامتر فيهم جمعة من الأمور لأكسسيبيليتي فيها لأبرونسيات هاشتاغ وليغ لزيارة لزياريل و أكسيون دوبل توش على دواء اش بغيتها تأفيشي لك واش واش ما تأفيشي والو ولا لا بغيت تريديجي أن تويت أو لا تأفيشي من تضرب بجوج أصابع بنسبة المستعملة لفويس أوفر تأفيشي لك لزاكسيون اللي خصك تدير مثلا وقفت على شي تويت إلا ضربت بلدو بلدو دواء ديال كما هو في فيسبوك يجي وقاع لزوبسيون واش ريتويت ولا ريبوند ولا غيرها ثم هنا مارك باج وليست دو لكتور هذا ليست دو لكتور بما أنني ما منخرج حتى في شي لست دو لكتور هذا لست دو لكتور يعني أنا نسيلكسيوني هنا لست دو لكتور باج غادي نمشي الواحد الحيز آخر ونشوفو وطبعا بعد ما تسالي قاع هاد الإعدادات تكليكي أوكي نمشيو الحيز آخر فين يمكن لنا فين يمكن لنا نضيفو دياليست دو لكتور ولا نتابونا وبدأي لست دو لكتور نتاع حد آخر هذا المكان هو ليست اللي تحت بارامتر هاد ليست إذا دخلنا لها بكل بساطة هناك ألقاو لائحة دياليست اللي احنا معابونين فيها وليمومبغ ليمومبغ الأشخاص اللي احتهم أعضاء وهنا بطن اجوتي إذا بغيت ناجوتي أنا شي لست أنا ندير شي لست مشيغل تابونا في دياليست ماي أنا ندير دياليست تقريبا هذا كل ما وهنا باش نطلع كما قلت لتويت ديالي ولا لفوتو ولا لفافوري طبعا هذا كل ما يتعلق بأهم ما في التويتر وإلا فأتركوا لكم المجال للمزيد من البحث في التويتر إنما أنا هنا لإعطاء رؤوس أقلا فقط جربوا موقع تويتر وجربوا الإبحار فيه ونشر تغريداتكم عبر تطبيق تويتر للآيفون فستجدون إن شاء الله في ذلك متعة وإلى حين لقائنا في مرة مقبلة بحول الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر